الفيديو ده مخصص للناس اللي عندها مطعم او كافيه او الناس اللي بتفكر ليه تفتح المشروع ده فلو انت مهتم تابعنا لانهائية الفيديو فلو عندك مطعم او كوفي شوب او بتفكر تفتح المشروع ده يبقى لازم تخلي بالك من حاجات مهمة جدا اول حاجة انك لازم تحدد الفئة المستهدف مين العميل اللي انت عايزه يجي يشتري منه ده بالمناسبة مش في مجال المطاعم بس تحديد الشريحة والفئة هم اساس اي بيزنس انت عايز تعمله ببساطة لان ما فيش حد بيرضي كل الناس ولا بيستهدف كل الناس ولا يقدر يشتغل مع كل العملة النقطة التانية هي انك تحدد الاصناف اللي انت هتشتغل فيها وحتقدمها للعميل بتاعك يعني مثلا لو هتفتح في مكان شعبي مش هينفع تقدم لهم استيك مشوي مع ستيمد فيجتابلز وسبارجوس والعكس صحيح ولو انها مش قاعدة قوي لان احيانا في ناس من بتوع الاسبارجوس وشايفين نفسهم هاي كلاس بيحبوا برضو يأكلوا كوارع ومنبار وفيشة وكرشة ففي منهم اللي بيروح يأكل في الامكان الشعبية دي ومنهم اللي بيحب يكون عنده مكان مخصص بيقدم له الخدمة دي بالطريقة اللي هو عايزة وبالشكل اللي هو بيحبه يبقى احنا هنا بنتكلم على استهداف العميل المناسب بالشكل المناسب في المكان المناسب حددت الفئة حددت الاصناف هي نتيجة المرحلة التالتة وهي تجربة الاطباق اللي انت هتقدمها للعميل يطلع هنا صاحب المكان ويقول لي انا اخترت الاطباق وجربتها وكان طعمها حلو جدا وطعمها كان عجبني هقول له انت كده بتراهن على فشل المكان كتير من اصحاب المطاعم بيكون عايز يفرد رأيه على الزبون ويفرد رأيه في المكان اللي هو بيفتحه ويفرد زوقه على العميل ويكون فاكر انه هو صح وبيكون فاكر ان الناس هتحب اللي هو بيعمله وبيكون فاكر ان الناس هتحب تأكل على زوقه وبطريقته احب اقول لك ان الموضوع مش بيكون بالشكل ده انت فعلا ممكن يكون زوقك حلو والتيست بتاعك عالي لكن اللي بيحدد ده هو العميل بتاعك مش انت اما لو زوقك وحش وانت فاكر ان مفيش زيه يبقى كده تقفل وانت مستريح افتكر هنا موقف حصل معايا شخصيا كنا بنقسس لمطعم جديد في الخليج وشغلين على هندسة المينيو تكليف الاصناف وكل التفاصيل الموجودة في المينيو صاحب المكان كان مصر ان الفطار ما يكونش فيه بيض مسلوء مايوه ما يكونش فيه بيض مسلوء طب احنا هنقدم فطار تقليدي فول وفلافل وبيض لازم يكون فيه بيض مسلوء هو ما بيحبش البيض المسلوء عنده عقدة كبيرة جدا من موضوع البيض المسلوء ده عشان تسمن افضل ممكن ازمنا عبقى فيه وتراب راب وتلازل وخناقات وحوارات يا حاج يهديك يرديك لازم نقدم فيه لازم الفطار فيه ناس فيه تطلب بيض مسلوء مش عايز يأكل بيض مقلي وحر هو ببساطة كان عنده عقدة من البيض المسلوء من هو صغير فعشان كده مش عايز يدخل المطعم وبعد محاولات ومحاولات ومحاولات اخيرا اقتنعه بس بشرط انه لو دخل المطبخ مايشوفش ولا بيضة مسلوءة جوه المطبخ ولا يشوف اي بيضة مسلوءة لو جال مطعم في اي وقت المهم الحمد لله عدينا الموضوع وعملنا واخنعناه بالعافية وحب اينا نخبي منه تبيض عشان مايشوفوش بعد كده يبقى النقطة هنا انك تراعي الزوء العام للشريحة اللي انت استهدفتها في الاول مع استخدام ناس متخصصة في عملية التذوق اللي هما بيسموهم ايه الظواقة طبعا فيه ناس كتيرة بيحبوا يشتغل موضوع الزواقة ده او نفسه يشتغل موضوع الزواقة ده خاصة الناس اللي الاكيلة واللي بيحبوا الاكل طب انا بفتح في مكان شعبي ما انا اكيد مش هجيب زواق يعني رايح افتح فول وفلافل ولا يعني مطعم حاجات كده شعبية فاكيد مش هجيب زواق ساعتها يبقى المفروض تستعين بناس من قريبك من صحابك من الناس الموجودين في المنطقة اللي انت استهدفتها بتعملك تلات اربع عزومات هيكلفوك طبعا في الاول ده هو مصاريف التشغيل ومصاريف الافتتاح هتبتدي تاخد رأي الناس في الاصناف اللي المفروض الشيف عندك او اذا كنت انت الشيف اللي بتعمل الاكل اه ياخد رأي الناس ونشوف ايه افضل الاصناف وايه اللي هنرسى عليه في الاخر رابع نقطة عندنا هي احد سياب تكلفة الطعام الطبق والتسعير والسعر اللي هقدمه للعميل وطرق احتساب تكليف الاطباق وتعددة وفيه كذا طريقة وكل شيخ زي ما بيقوله ليه طريقة وعامة ما فيش تكلفة الطبق بتطلع مية في المية مهما عملت لازم بيكون فيه هامش زيادة نقص لازم بيكون فيه اختلافات شوية لكن الى حد ما محاسب التكليف بيحاول يوصل لأقرب تكلفة للطبق الغالب الاعظم من الناس اللي شغالين في مجال الاخذية والمشروبات بيقسم تكلفة الصنف الى 3 اقسام بمعنى ان التلت الاولاني من السعر اللي بنقدمه للعميل بيكون هو عبارة عن تكلفة المواد الخام والتلت التاني هي تكلفة التشغيل والتلت الأخير هو الربح اللي طالع لصاحب المكان ده السائد والعرف المتعرف عليه في معظم الاماكن فيه ناس بتعمل تكلفة المواد الخام 10% 20% وبيزود هامش الربح بتاعه بشكل كبير بيعايز يكسب هو 50% او بيراعي تزبذب الاسعار في السوق خاصة في الاسواق واللي عندها مشاكل اقتصادية بيبقى تزبذب في الاسعار كل شوية طالع ونازل سعر البيت زي ما احنا شايفين مرة ب3 جنيه مرة ب4 جنيه طبعا بيبقى صعب جدا الناس اللي شغالين مثلا في مجال المخبوزات والحلويات فعلا الفترة اللي فيها حاليا يعني اللي احنا بنعرض فيها الفيديو فترة صعبة جدا على الناس اللي شغالين في المجال بتاع الحلويات او اللي بيستعمله منتجات الالبان ومنتجات اللحوم بشكل عام اللي شغال في الأغذية والمشروبات بيعانوا في موضوع التسعير الايام ديت بشكل كبير جد نرجع تاني للنقطة اللي احنا بنتكلم فيها وهي تكلفة المواد الخام طبعا المواد الخام زي ما احنا عارفين يلي المواد اللي دخلها في عمل الصنف اللي احنا بنقدمه للعميل تكلفة التشغيل وهي التكاليف الخاصة بقى بالمرتبات وبالكاربة وتأمنات اجتماعية وإجار المكان كل دي اسمها تكاليف التشغيل في منها بتبقى مباشرة وغير مباشرة لدخلها على طول في الانتاج وفي اللي مش دخل في الانتاج دي قصة يطول شرحها ومش وقتها دلوقتي لكن ده بشكل عام اي مصروف خاص عشان المنتج ده يطلع غير المواد الخام ده بنسميه مصاريف تشغيل ومصاريف التشغيل بالمناسبة اللي هي المفروض زي ما احنا قلنا حوالي من 30% ل35% والمواد الخام بارضه من 30% ل35% والمفروض هامش الربح الاخير لصاحب العمل يكون في حدود 30% ممكن يقل شوية ب25% ممكن يبقى 20% لكن المفروض ما يقلش عن كده وإلا يبقى فيه خلل او في حاجات تانية اعتبارات اخرى احنا بنتكلم هنا في الاطار العام اللي معظم الناس شغالين به في حالات شازة ممكن نتطرق لها في فيديوهات اخرى لكن المفروض الموضوع بيتقسم الى 3 اجزاء طيب هل ممكن ازود شوية في مصروفات التشغيل بحيث تزيد نسبتها عن 35% اه ممكن نزود شوية مثلا عايز اعمل حملة حملة دعاية وحملة تسويق للمنتج بتاعي او للمكان بتاعي هتكلف مبلغ ضخم هجيب حد من المشاهير هجيب حد من من الناس اللي شغالة في اليوتيوب واتيفر ايا كان اللي انا هعمله ممكن وليها طرق معينة وتتقسم التكلفة بتاعتها هتبقى خاصة باكتر من فترة طويلة لكن احنا هنشوف الموضوع ده ممكن ندرسه ازاي وهنقدر نخصص له بعد كده برضو فيديوهات تانية نرجع لمرجوعنا ازاي هنحسب تكلفة الطبق اللي احنا او الصنف اللي احنا هنقدمه للعميل اول نقطة بنحدد المكونات اللي احنا استعملناها اللي هي الريسبي ما يطلق عليها الريسبي ونبدأ نشوف الاوزان اللي احنا استعملناها عشان الصنف ده يطلع بالشكل ده من الحاجات المهمة جدا وكتير بتفوت على اصحاب المطاعم نسبة التوالف يعني ايه يعني انت اشتريت بطاطس كيلو بطاطس بالقشر بتاعها وبعدا ما بقشرها الكيلو دوت ما بيبقاش كيلو ممكن يبقى 750 جرام مثلا يعني ازا كان التالف 25 في المية فيبقى الكيلو بتاعي صف على 750 جرام فاذا انا كنت جايب الكيلو بعشرة جنيه بالقشر فبعد كده بقى عندي 750 جرام بقى قوم بعشرة جنيه فلما يجي احسب تكلفة الطبق يبقى المفروض الكيلو يبقى كام ها مين عارف كده يا سيدي يبقى السعر الكيلو واقف عليها ب13 جنيه و33 ارش مش هيبقى ب12 ونص لان في ناس يقولك اه يبقى زود 25 في المية في العشرة جنيه تبقى 12 ونص يبقى كيلو واقف عليها ب12 ونص اقول له لا انت كده بقى عندك 750 جرام يساوي مع 10 جنيه يبقى الالف جرام هيساوي 13 جنيه و33 ارش نازم نخلي بالنا من النقطة دية وتفرق معانا جدا في احتساب الرسبي في ناس كتيرة بتغلط فيها اوكي خاصة لما بتكون متيريال سعره غالي فطبعا معظم المواد الخامل اللي بتبقى دخلها كتير او بيفيها توالف خاصة في مجال الاكل زي اللحوم بيفيها عظم وفيه شحم الفراخ نفس الخصة الورقيات زي البقدون السولكوس بارا كل الكلام ده بنسميه توالف او نسب هدر لازم تتحسب بشكل صحيح عشان نقدر نوصل لتكلفة الطبق المصبوط بعد ما عرفنا المكونات وتكلفتها ووزنها وعرفنا الطبق تكلفته كام وليكن 11 جنيه مثلا يبقى سعر الطبق ده المفروض ما يقلش عن 33 جنيه ده طبعا مع مرعاة ان تكلفة التشغيل ما تزدش عن 11 جنيه اللي هي نسبتها حوالي 30 ل 35 في المية طيب لو لقيت ان تكلفة التشغيل زادت عن 33 في المية اعمل ايه هنا لازم ادور على الخلل واشوف ايه المشكلة ممكن يكون عندي بند في المصرفات عالي قوي على المصرفات زي مثلا في ناس كتيرة بتاخد اماكن ايجارها عالي جدا تمام ومش متناسب مع حجم المباعات اللي هو بيبيعه كل يوم ده يعمل ايه يبقى عندي هنا بند الاجار في مشكلة ادور على مكان بديل اقل المساحة وادفع ايجار اقل كل ده لازم نحطه في الاعتبار ممكن تكون عندي حجم العمالة كبير جدا على حجم المباعات وبالتالي انا ما بستفدش بالحجم العمالة ده كله ممكن اقلل حجم العمالة يبقى المرتبات عندي قلت يبقى البند عندي ده قل يبقى مصرفة التشغيل قلت وهكذا نقدر نشوف ايه البنود اللي فيها خلل هل المرتبات متناسبة مع حجم الشغل ولا مش متناسبة حجم العمالة متناسب مع حجم الشغل ولا مش متناسب الاجار الكهربا اللي بدفعها جايبه كيفات كتيرة جدا او بستعمل دفيات كتيرة جدا لو في اماكن فيها ساعة فنشوف القصة فين الخلل وايه المبلغ الكبير اللي انا بدفعه ومش متناسب مع حجم المباعات بتاعتي ممكن برضو يكون المشكلة في حجم المباعات نفسها انا ممكن اكون ما ببيعش كتير اه انا اموري تمام او عمالة عندي مزبوطة عددها مزبوط الكهربا تمام الاجار تمام لكن انا مباعتي قليلة وانا ليه مباعتي قليلة دي طبعا ليها عدة عوامل مختلفة ومتنوعة وتختلف من مكان لمكان لازم تحط ايدك وتعرف الخلل بتاعك فين من تحليل المباعات بتاعك وتحليل مصرفاتك تقدر توصل للخلل فين بالزبط وطبعا كلنا عارفين ان حجم المباعات يتناسب عكسيا مع مصرفات التشغيل بمعنى كل ما بيعتي زادت كل ما النسبة ما بين المباعات والمصاليف التشغيل بتقل يعني كل ما ببيع كتير كل ما النسبة هتقل اللي هي نسبة مصرفات التشغيل وبالتالي هنوصل هنا لنقطة تحديد حجم المباعات الامسل عشان نزبط النسبة دي يبقى احنا كده حددنا الشريحة المستهدفة حددنا الاصناف والاطباق اللي هنقدمها للعميل جربنا الاصناف احتسبنا التكلفة بتاعت كل صنف وبالتالي سعر البيع المناسب كده نقدر نقول لك مبروك تفضل روح افتح المكان بتاعك خد خد تعالى هنا تصدقت ولا ايه لا طبعا موضوع مش بالبساطة اللي انت فاكرها دي هو اه بسيط يعني بسيط وصعب في نفس الوقت لكن مش بالبساطة دي طبعا لان في حاجات تانية مهمة جدا زي الماركتينج البراندينج الديفيلوبينج وليلة كبيرة ساعتك بس مش هادر اقول لك عليها المرة دي عشان الفيديو ميبقاش طويل قوي وبايخ ونشوفكم مرة تانية سلام